السلام عليكم شباب وفيديو جديد ولعبة جديدة رائعة جدا هبارها عن لعبة حرب RPG بس مختلفة شوية تقدر تقول عليها كده لعبة شبيهة بألعاب الكروت وهنا طبعا هتلاقي الشاشة بشكل عمودي عشان خاطر اظهر لك الشخصيات وطبعا هنا في الشاشة ما فيش اي زرائر تحكم اللي انت تلعب بها لكن هي اللعبة كلها عبارة عن شخصيات انت بتتحكم فيها من خلال الاسكلات اللي موجودة الخاصة بكل لعبة وهتلاقي هنا طبعا الكروت اللي موجودة علينا زي كروت الارد ماينز ودي تسخدم شخصيات المونا وكروت الفلكاري وفيه كروت طبعا الانيو بويس والريبلين والاروس شوية لكن اللعبة صراحة جميلة جدا وطبعا كل شخصية من دول لها مهاراتها المختلفة تقدر تستخدمها في اللعبة وتنزل بهم كلهم مع بعض ونشوف مع بعض طريقة اللعبة اللعبة الرائعة جدا دي طبعا الاسكلات كل شخصية لها اسكل خاص بها ولها تلات اسكلات يعني فيه اسكل فردي تضرب بشخصية واحدة وفيه اسكل تضرب بشخصيتين وفيه اسكل اللي هو الهجوم اللي هو الجماعي اللي انت ممكن تضرب بها يعني حاجة زي الاستورية الخاص بالاسكلات اللي موجودة طبعا فيه هنا الشخصية دي زي ضاربة الاسهم دي طبعا متعتبر من الشخصيات الجمدة جدا والشخصية اللي هي زي المغانية الجميلة جدا دي دي بقى اللي هي ممكن لها حاجتين يعني ممكن تعليلك الدم الخاص بالشخصيات اللي معاك لو فيه اي ضم ناقص ولا حاجة وممكن كمان بتحارب معاك داخل اللعبة شخصيات كلها جميلة جدا فيه شخصية الملاك الجميلة جدا دي دي برضو من الشخصيات الجمدة داخل اللعبة طبعا فيه مودات كتيرة جدا داخل اللعبة منهم المود الصعب دوت طبعا فيه في الاخر بتتغلب على الوحش العملاك بيتدي الاول المود دوت من خلال لعبك على مستويات مختلفة يعني اول مستوى بيجيلك ضعيف فالأعلى شوية بعد كده بتقابل اللي هو الوحش العملاك اللي انت لازم تتغلب عليه في النهاية ده اعتبر مود من المودات اللي موجودة داخل اللعبة اعتبر اصعب المودات شوية طبعا ده لسه مستوى اول يعني لسه فيه مستوى تاني وتالت يعني اللعبة فيها مودات كتيرة صعبة انت ممكن تلعبها من الحاجات الجميلة جدا برضو في اللعبة اللي هي اضافة الاصدقاء طبعا الحاجات ديت الناس كلها بتسأل عليها وبتحب دايما يكون فيه خاصية اضافة الاصدقاء في اي لعبة طبعا انت بتقدر تعمل اضافة الاصدقاء وبتعرسهم لهم برضو ممكن ترسل لهم اللي هي القلوب بالهدايا ممكن تلعب معهم داخل اللعبة اللعبة انا شايفها اللي هي لعبة جميلة جدا الجرافيك العالي جدا فيه اللعبة بالشخصيات الجميلة اللي داخل اللعبة اللعبة دي بصراحة يعني اعتقد اللي هي تبقى مستوى كويس جدا اللعبة طبعا لسه نزلة لسه لعبة جديدة واعتبر دي اول نسخة للعبة اللعبة هساب لكم ان شاء الله روابط اللعبة في الوصف اسفل الفيديو ولو عجبتك اللعبة يا صاحب بتنساش بقى تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد سلام نحن نشاء الله روابط اللعبة نحن نشاء الله روابط اللعبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة